اشتركوا في القناة نواة انبوبية واخرى تسمى نواة مولدة وتحط حبة اللقاح بجدار سميك لحمايتها عندما تسقط حبة اللقاح على الميسم تبدأ في الانبات حيث تقوم حبة النواة الانبوبية بتكوين انبوبة لقاح تخترق الميسم والقلم حتى تصل الى نقير البيضة ثم تتلاشى النواة الانبوبية وتنقسم النواة المولدة ميتوزيا الى نواتين ذكريتين تخترق انبوبة اللقاح جدار الدقيق للكيس الجنيني ويتمزق طرف الانبوبة وتدخل النواتان الذكريتان الى الكيس الجنيني وتندمج نواة ذكرية وحادية المجموعة الصبغية مع نواة البيضة وحادية المجموعة الصبغية ايضا ويتكون اللقاحة او الزيجوت ويكون ثناء المجموعة الصبغية لتعطي جنين ليكون ايضا ثناء المجموعة الصبغية بينما تندمج النواة الذكرية الاخرى وحادية المجموعة الصبغية مع النواء الناتجة من اندماج النواتين القطبيتين ليصبحان ثنين نون أي ثناء المجموعة الصبغية وينتج عن ذلك نواة الاندس بير ثلاثية المجموعة الصبغية لذا يسمى هذا الاندماج بالاندماج الثلاثي ويعرف اندماج إحدى النواتين الذكريتين من حبة اللقاح بنواة البيضة والنواة الذكرية الأخرى بنواة تركيزة جنيني بالإخصاب المزدوج ثم تنقسم نواة الاندس بير لتعطي نسيج الاندس بير ما الذي يتغذى عليه الجنين في مراحل نموه الأولى ويبقى هذا النسيج خارج الجنين فيشغل جزء من البذرة